امرأة تعيش في امرجة تملك من الذهب خمسمة جرام نصف كيلو من الحلي وغيرها كالجنيهات والسبائج لا تلبسه لكنها تقتنية خلي بالك هنا الخلاف التقليدي زكاة الحلي المباح المرة هذه دي جنيهات وسبائج ما لاش علاقة بالحلي ده مالقنية وعاء الدخالي بتتداخر فيه الفلوس عشان ما تقعش في التضخم الذي تتعرض له العملة العادية تمتلك هذا الذهب منذ خمستاش السنة لم تزكي عنه طوال هذه المدة أعلمت بالزكاة الآن كيف لها أن تزكي لا يصنع أن نقول معذورة بالجاه لأن العلم بزكاة الذهب الذي ليس بحلي مستعمل يكاد يكون معلوم عند أهل الإسلامي بالضرورة نقول الحلية الذي اتخذ الذهب الذي اتخذ للقنية وليس للزينة وليس للتحلي مال زكوي بالإجمع عليها أن تخرج زكاته ربع العشر عن كل عام مضى فتبتل الخمستاشر السنة دية كل سنة طلع إيه اثنين ونصف اثنين ونصف اثنين ونصف اثنين ونصف اثنين ونصف إلى أن تبرأ ذمته أمام الله عز وجل ولا تأسى أبدا ولا تندم أبدا على مال بذلته لله أعتقت به رقمتك من النار هنا تقدم ذرة تقبل منك فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى يوم القيامة لا يقبل منك ملء الأرض ذهبا ولو افتديت به لو أن لهم ما فالأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم فالنجاء النجاء أحرص على خلاص ذمتك على براءة ذمتك أخرج الزكاة من هذا المبلغ المدخر عندك لو قلت لي أن هذا حلي وأن مراتك بتتزين به تلك قضية أخرى لقد وقع خلاف في زكاة الحلي المباح ومنشأ الخلاف عدم وجود نصوص صحيحة صريحة توجب الزكاة فيه أو تنفيها إنما النصوص اختلف أهل علم في ثبوتها وفي دلالتها أيضا من أسلام الاختلاف في زكاة الحلي ليس مما اتخذ وعاءا إدخاريا من نظر إلى نفس المعدن الذي خلقه الله ليكون نقدا يجري به التعامل بين الناس والذي وجب فيه الزكاة بالإجماع أو جو الزكاة في الحلي كسبائك الذهب والفضة ونقضهما ومن نظر إلى أن الحلي بالصناعة والصياغة قد خرج عن مشابهة النقود وأصبح مما يقتنى لإشباع الحاجات الشخصية كالأساس والمتاع والثياب وهذه التي فيها الزكاة قالوا لا زكاة في الحلي الذين أجبوا الزكاة في الحلي المباح الحنفية رواية عن أحمد اختارها ابن المنذر والخطابي وابن حزم الظاهري الصنعاني ومن المعاصرين الشيخ ابن باز وابن عثيمين وبه صدر الفتوى اللجنة الدائمة للإفتاء في بلاد الحرمين من أدلتهم عموم النصوص التي توجب الزكاة في الذهب والفضة من غير تفريق ومثل ما من صاحب ذهب لا يؤدي زكاةها إلا جعل له يوم القيامة صفائح من نار يكوى بها وقبل هذا عموم قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم أيضا جلوا حديث خاصة جاءت في زكاة الحلي خاصة مثلا حديث عائشة دخل علي رسول الله صلى الله وسلم وفي يدي فتخات من ورق خواتم كبار فقال ما هذا يا عائشة قال صنعتهن أتزين لك يا رسول الله قال أتؤدين زكاةهن قلت لا قال هو حسبك من النار هو حسبك من النار حديث أم سلمة كنت ألبس أوضاحا من ذهب قلت يا رسول الله أكنز هو ينطبق عليه والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون بسبيل الله فبشرهم بعذاب أليم فقال ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز اللهم أهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث بلغة أيضا حديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن مراتا أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مساكتان غليطتان من ذهب يعني سواران من ذهب فقال أتعطين زكاة هذا قالت لا قال أيا سرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار فقلعتهما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالتهما لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم هذا إن كان الحديث عن الحلي المباح أما الحديث عن حاجة للقنية وعاء الدخاري بحت أحط فيه الفلوس أهرب به من التضخم هذا مال من ذكوي بإجماع المسلمين إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول